داخل المدينة القديمة عشرين مخبزة كل واحدة مفروض عليها توجد ألف خبزة في النهار يعني عشرين ألف رغيفة اللي بغى الخبز يخذه مجاناً وهذه كانت مهد الحسنطن الله رحمه الله جزيبة فيها وشلالة الملك فلوق قال لهم اللي خلى الواليد سواء بالنسبة للمخابين سواء بالنسبة لبعض القفاة يجب أن تبقى مستمرة شاركة دينا مع وكاتبت من القز شاركة نعتز بها المهمة دينا نحن كهيئة دولية هو عندما تقف الحرب أو تضع الحرب أو زارها كتكل مسؤولية دينا الكبير هذه الهيئة في مجلس أمانها أمانائها قرابة ثلاثين جنسية عبر العالم يعني عندما يقوم خلص ثلاثين مهندس يعني داخل في المكتب دينا داخل غزة فيهم ليما تونطن بين الأمور التي تم تدميرها في هذه الحرب إن كاين قضية دينا الآبار لأن جميع الآبار اللي كتزود الماء الصالح للشرب إلا وهي معها سيستام سولار طاقة الشمسية فتم تدمير ديالهم مرة الصفقة الأولى ديال ١٥٢ ألف دولار تقريباً لإيصال الماء يعني نتعاقد فعلاً هذه الصفقة عملتها خلال الحرب خلال الحرب نعم الصفقة الأولى لما أنت خلال الحرب والآن الصفقة الثانية تايرة يجارة خلال الحرب وفعلاً الشاحنات المصهرجة بتنسيق طبعاً إحنا كهيئة دولية بتنسيق مع السلطة مع سلطة المياه اللي كان داخل غزة نوصل الماء للناس درناها صفقة دولية مجموعة ديالخيام تم تصنع ديالها يعني في الصين وصل إحنا جزء إحنا خدامنا في الطريق ليدخال ما يمكن يدخالوه وجزء كذلك كان عندنا يعني داخل يعني الأردن وكان حاولوا ندخلوا ما يمكنوا إدخاله ومن خلال الجمعية الخيرية لهاشمية وصلنا ما يقرب 70 مليون دولار اللي نفقنا يعني في المجال ديالنا متابعينا مرحبا بكم في هذا اللقاء مع الأستاذ عيسى بن كيتي هو برلماني سابق ومهندس مدني متقاعد هو ممثل الهيئة العربية الدولية للاعمار فلسطين في المغرب ونائب رئيس مجلس إطارات نائب رئيس الجمعية المغربية لتعامل الاعمار فلسطين وأيضا هو مؤسس لهذه الجمعية هذا اللقاء ومناسبة للحديث عن دور الجمعيتين في الاعمار في فلسطين خاصة في ضل الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين اليوم يفوق عدد أيام هذا الهيئة 120 يوما مرحبا بك سعيسى سعيسى لو تحدثنا عن نبدة تعريفية عن الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين وأنت ممثلها في المغرب ونائب رئيس مجلس إدارتها وأيضا عن الجمعية المغربية لدعم الاعمار في فلسطين بداية أن سعد حقنا نريد أن نشكر يوم 24 على هذه الاستضافة طبعا في هذه الفترة الفترة الحرجة التي تمر منها القضية الفلسطينية الحرب يعني المصعورة التي يشنها يعني الصهاينة على غزة وعلى الضفة وعلى الفلسطينيين طبعا الهيئة العربية الدولية بالإعمار في فلسطين هي مرتبطة بالعدوان الصهيوني عني على فلسطين تم تأسيسها بعد الحرب الأولى التي كانت سنة 2008 طبعا هي هيئة متخصصة في الإعمار ولا شيء غير الإعمار لأن الذين أسسوها هم نقابات المهندسيين أو هم متخصصون في الهندسة طبعا بعد الزيارة الأولى التي قامت بها نقابات المهندسيين الأردنيين القطاع غزة دعت إلى اللقاء لجميع النقابات عبر العالم العربي والعالم الإسلامي العالم يعني بأكمله كنت من المشاركين كمغربي في الوقت ليحضروا معنا كذلك مغاربة أخرين يعني نقابات أخرى كانت 2008 2009 كانت 2008 فأواخر 2008 كانت 2009 في نسعة البداية ديلها تم تأسيس ديل الهيئة ففعلا هذه الهيئة قالت ماذا يمكن أن نعمل لغزة في مجال تخصصنا ولا شيء غير تخصصنا لا يمكن أن نهتم بالمجالات الأخرى فكانت الفكرة الأساسية هو إعداد بنك للمشاريع يعني زيارة ميدانية لغزة كل ما هدم كل ما وقع فأي حاجة بغي تصلحها أو لو تبنيها بجديد خاصة لها الملف ديلات تقنية فكان أخذنا على عاتقين أعداد هذه الملفات التقنية لكل ما هو إعمار كانت هذه هي انطلاقة طبعا يعني أعددنا هذه الملفات واحد عدد دي الهيئات المؤسسات خدومة عندنا وبدأوا كي نجزوا يعني بعض الحرب العمالة الأولى ولكن نحن كذلك كهيئة كل ما يجب أن ندخل الميدان نحن نمثل مجتمع مدني فبدأنا كذلك نحن نجز يعني فوق الأرض المشاريع يعني أصبحت هذه الهيئة فروعي ومكاتب في عدد من الدول العربية وأيضا الأوروبية ودول إسلامية نعم هذه الهيئة في مجلس أمانها قرابة 30 جنسية عبر العالم وعندها قرابة 20 مكتب الآن يعني للهيئة في العالم العربي والعالم الإسلامي ثم الجالية خصوصا الجالية المغاربة الجالية الإسلامية يعني في أوروبا وهذا اللي على العاتق فعلا دي المكتب دي المغرب لأننا في حقه احنا عشنا سنوات أوروبا مثل بلد واحد اللي هي ألمانيا بحكم فلسطينيين هم اللي كنتلوها ولكن من 2018 الآن يعني عملية قام بها المكتب دي المغرب فالحمد لله أصبح لدينا مكتب يعني في فرنسا مكتب الدنمارك يعني مكتب في بلجيكا ونحن بصدد تأسيس مكاتب أخرى خصوصا اسباني والبدن الأخرى فالمغاربة لهم دور أساسي داخل هذه الهيئة سواء كجالية ولكن كذلك كمجتمع مدني وبالمناسبة كذلك المغرب حاضر كدولة كدولة من خلال الأعمال التي تقوم بها وكالة بيتمال القدس داخل القدس سنتحدث عن شراكتكم مع وكالة بيتمال القدس لكن بمثل الجمعية المغربية بدعم الإعمار الفلسطينيين ما تتأسست وكيف تتأسست وكيف تشتغل هذه الجمعية في حقه احنا يمكن أن نقول بأن الأعمال كانت مرتبطة بالأعمال دينا كمغاربة في هذه الهيئة تأسيس الرسمي نعم تأسيس الرسمي فقط كان في 2016 طبعا خرجت من رحم دي البرلمان المغربي بحكم تأسيس ديالها وكان مجموعة دي الأمور وفي التمثيل دي جميع هيئات سياسية الممثلة داخل البرلمان نحن كيكون الرئيس من حزب معين نواب لحزاب الأخرى ومعنا كذلك هيئات أخرى نقابية وفعالية دي المجتمع المدني داخل الجمعية دي الجمعية بدأت مشوارها العملي بالمسائل الاسمية يعني من 2016 تم التجديد دي المكتب ديالها طبعا في 2020 فهي واخدت طريق ديالها طيب كيف تجمعون التبرعات كيف تشتغلون هل لديكم مكتب يعني في غزام وفي مهندسين اللي يمكن يعطيكم معلومات ومعطيات حول ما يمكن إنجازه وإعماره في فلسطين ما يجب إنجازه مش غير المكتب ديالنا في فلسطين نحن كهيئة عندنا فعلا مجلس إدارة هذا المجلس ديال الإدارة هو الذي يشرف الأعمال والأشغال والمشاريع ولدينا مكتب أساسي طبعا أو إدارة في ديال قول يعني في عمان لأن التأسيس ديال هاد الهيئة يعني الدولية يعني مرتبط كان دور كبير النقابة ديال الأردن يعني في هذا العمل وعندنا لجنة ديال المشاريع مثلا لجنة ديال الموارد مجموعة ديال فحنا عندنا طبعا الآن لدينا مكتب في غزة ولكن لدينا مكتب كذلك يعني فرام الله حنا وسعنا الآن هي ديال إعمار ديال فلسطين ومنذ البداية ديال الاشتغال ديال هاد الهيئة هي كانت تسمى هيئة إعمار في غزة وأصبحت إعمار في فلسطين لماذا تغييرا؟ هذا التغيير دعته يعني الضرورة ديال طبيعة العمل أننا فعلا إحنا لا نشتغل فقط في غزة وفعلا لأعمال كثيرة كانت في غزة بحكم الحروب احنا عشنا حرب ديال 2008، 2012، 2014، 2021 وبالتالي كيمضمار يعني جزء كبير كيمشي ولكن من السنة الأولى احنا كانت لدينا أشغال داخل القدس ثم أشغال كذلك داخل الدفة فإذا احنا قلنا لماذا نبقى منحصرين؟ نعم عندنا أشغال كثيرة بحكم الحروب اللي كانت على غزة فيجب أن نوسع هذا الاسم لكي يوضح الحقيقة ديال أشغال ديالنا لأعمال ديالنا احنا كانت في السنوات الأولى مع الجمعية الخيرية الهاشمية لطرمين بويوس مقدسين ولكن في الفترات السنوات الأخيرة الأخيرة لدينا الشراكة مع وكالة بيتمال القدس لطرمين بويوت المقدسيين وحنا دارا يمكن كجمعية المشروع ديالنا الأساسي أننا جنج المشاريع كبرى داخل غزة ولكن عندنا مشروع أكبر داخل القدس وهذا سواء المجلس الإداري ديالنا ديال الإدارة أو كذلك هيئة الرئاسة وكلهم كيوصوا بهذه المسألة أنتم كم غارباء ليش برطم تديروا في القدس مع وكالة بيتمال القدس هذه المهمة ديالكم الأولى والأساسية بحكم أننا نحن هيئة دولية نعمل لفلسطين ففعلا الآن الجهود منصبة سواء بالنسبة للفترة الأولى اللي كنت أنا كرئيس ديال هذه الجمعية أو هذه الفترة حاليا نحن بالمناسبة يعني خلال هاد أسبوع سندفع الوكالة بيتمال القدس يعني شيك دفعة تانية بني سبال هاد دفعنا الدفعة الأولى سندفع الدفعة التانية وعندنا مشاريع ننجزها داخل داخل القدس ولكن يبقى طبعا يعني الآن فمع هذه الحرب مع هذه الواقع ومع هذه المجموعة ديالأمور يعني الجهود متجهة ومنصبة إلى غزة بإذن الله تعالى سيدة ما هو دور الفعاليات السياسية المغربية وما لم يفي دعم إعادة الإعمار في غزة سيدة الحق فحق هذا سؤال وجيه وبالمناسبة أنا يعني كيسوقني الحديث عن رئيس الجمعية المغربية لدعم الإعمار هو الدكتور البوزيدي من حيث الاستقلال جمال البوزيدي جمال البوزيدي الدكتور جمال البوزيدي مشكورا طلب الله تعالى أن يشافيه وإحنا افتقدناه فعلا في هذه الفترة افتقده واللي يقوم بحض مجموعة الاتصالات مجموعة ديالشخصيات كذلك أنا إسماعيل العلوي سيد وزير إسماعيل العلوي لقاءات في البيت دياله الدعم دياله تشيع دياله لنا دعم هذه العمل وفي الوقت فجات يعني الرئيس ديالنا ديال اللي هي بمناسبة لي هو الطاهر المصري هو رئيس وزراء ابن السابق ورئيس برلمان ورعيان أخت بماجاك يقول شوف أنا رخصي نمشي الأصلة وانتلقى مع وزير خارجي ديالكم السابق لي وابن عيسى لأن هذا كان وزير خارجي وكان هو وزير خارجي فمجموعة ديال الشخصيات ديال المؤسسات يعني مشكورين يعني داعمين فعلا القضية ودعم الإعمار وجدنا منهم السند وجدنا منهم التشجيع لكي نستمر ولكي نعمل يعني في هذا المجال وكي حضروا فعلا لمناسبات كلة التي يعني كنت نضمها وكالت بيت مال القدس يعني كنكونوا حاضرين إحنا وكيكونوا محاضرين والدعم يعني غادي بإذن الله تعالى بسعي سامكيكي يعني الآن هناك حرب يعني مدمرة عدوان في غزة يعني يعني دمر يعني معظم البنية التحتية وأنتم أنجزتم عدة مشاريع منها مستشفيات منها مدارس الآن كل شيء دمر كيف تستعدون لإعادة الإعمار في غزة نعم والحق السعب الحق أنا كي بقول لك حنا عشنا الحرب الأولى 2008 2012 2014 2021 ولكن عشنا بمرهرة كبيرة 2023 و2022 هذه مختلفة هذه الحرب هذه يعني أضعاف مضاعفة لكل حروب يعني بأكملها التي مرت من قبل يعني حتى مكاتبكم مكاتبكم يعني في الزة دمرت يعني كلها يعني كيف تتواصلون موجودة في حي الرمال وكلكم يعرف حي الرمال وكيسمع أش نوقع ففعلا تمدك جميع المكاتب وجميع الأمور الأمور التي كان هناك ولكن مع ذلك كلهم الحقيقة إحنا مجموعة مهندسين عندما يقول 35 مهندس يعني داخل في المكتب دينا داخل غزة فيهم لما تونط بالله رحمه روح جوجل المهندسين تقريبا تاوما بسكننا ستشهدوا ولكن الناس المهندسين الآخرين بقوا معنا على اتصال وبقوا على الشغل وبقوا على العمل إلى الآن إلى درجة إحنا أصبح لدينا كمجلس إدارة اللقاء مفتوح من نهار سبعة وكتوبر ونلتقي طبعا عبر ظن وكنا مرت علينا مرة أيام قاسية والذي كان يتبتنا أو يهون علينا أو يقرب لنا الصورة هو الغزيين لكي يلمعنا حيث يتكلموا ويطمعون ونعنا وحي مجموع دي الأم فعني هما اللي في المعانات هما اللي في المعانات وفي المعانات ويتنقلوا منهم من الشمال وزيد الوساط وزيد رغم وفرفح وهما اللي قتم يعني إلا وهم يعني يتبتون ويطمعون وكيقولون إن شاء الله يعني وقدامين حاجياتهم المستعجلة ما هي حاجية المستعجلة الآن نعرف الماء مشاكل السكان يعني كيف تلبون يعني هل بإمكانكم أن تلبوا هذه المطالب يعني في دل هذا الوضع الصعب نحن في الحقيقة يعني هذا الحرب كما بتلك كانت قاسية وقاسية جدا قاسية جدا وما نساش فعلا المشاركة دي المغريد كذلك الرسمية لي هونات علينا قليل من يعر انتي بها الأشياء را دكجوج طائرات اللي مشاوا يعني لمصر ثم المساعدات اللي مشات للقدس في فترة الأيام الأولى دي الحرب يعني على الأقل يعني كانت واحد دفعة وتصور لأن هذا كشنت باش تدخل في هذه الفترة وفي الأيام الأولى تدخل مساعدة طبية يعني هذا شيء مهم وشيء مهم جدا وهذا الشكر موصول لجلالة مالك الله جزي بخير اللي يوقف على هذه الأمور لغادي الأمور أما بنسمى نحن ميدانيا طبعا نحن من الأيام الأولى بقين يعني مشتغلين ونشتغل ليس فقط يعني الناس اللي دينا داخل غزة ولكن كمكتب كإدارة في ديا لكينا يعني في عمان كمكاتب أخرى لكينا عندنا سواء في اسطنبول وكمكتب دينا دي المغرب كنلتقي وأعددنا لقاء خاص ورشة خاصة دامتيون كامل في اسطنبول اللي يعرضنا في هالمشاريع دينا أشنو يمكن نستمر في الأشغال الآن ولكن المهمة دينا نحن كهيئة دولية هو عندما تقف الحرب أو تضاع الحرب أو زارها كتكل المسؤولية دينا الكبيرة حشنال الأشغال دينا من قبل يعني الحاجة الأولى هو هدك الركام يعني الإزالة دياله الفتح هذه المرة فعلاً كانت لنا خطة جديدة اللي هي مرتبطة يعني بالإيواء العاجل إضافة إلى يعني الحاجة الأولى اللي هو جرد الأضرار في المعارك كلها في الحروب اللي ذات مقبل نحن أول من يقوم بالجرد الأضرار ويعطي يعني صورة حقيقية لما يجب أن تكون عليه الأمور فالآن احنا هيئنا ما يقول بـ 600 مهندس للقيام بهذه المهمة تأقدم طبعاً واحدة عدد منهم داخل غزة ولكن كذلك مهندسين آخرين يعني من خارج غزة يعني هذا ورشل اللي دلنا نحن في إسطنبول ويشارك فيها أكثر من 42 إطار كانت مشاركة ديال المغربة كذلك مشاركة جيدة مشاركة يعني مهمة مهمة جداً عندنا استراتيجية عندنا تصور الأشغال اللي كنخوم بها الآن مع هذه الحرب نحن نقوم بأشغال من بينها وعلى رأسها المسألة ديال الماء الصالح للشرب لأن هذك مليون ونص ولا مليون وثمين مئة اللي كتتحرك المشكل ديال الماء لأن بين الأمور التي تم تدميرها في هذه الحرب أن قضية ديال الآبار لأن جميع الآبار اللي كتزود الماء الصالح للشرب إلا وهي معها طاقة الشمسية فتم تدمير ديالهم وبالتالي عندما التوقيف المصادر ديال الماء الصالح للشرب إحنا كهيئة الحاجة الأولى مرة الصفقة الأولى ديال 152 ألف دولار تقريبا لإيصال الماء نتعاقد هذه الصفقة عملتها خلال الحرب خلال الحرب نعم الصفقة الأولى خلال الحرب والآن الصفقة الثانية يجار خلال الحرب وفعلا الشاحنات المصهرجة بتنسيق طبعا إحنا كهيئة دولية بتنسيق مع السلطة مع سلطة المياه لكينا داخل غزة نوصل الماء للناس وإحنا غادين مستمرين في هذه العملية والمشاركة ديال المغربة خصوصا ديال المغرب العربي أنا بالمناسبة المغرب العربي ممثل في هذه لئة من موريطانيا إلى ليبيا فموريطانيا المغرب جزائر تونس ليبيا حاضرين حاضرين دعمتين بقوة طبعا القوة الكبرى لأن هذه أكلها واحد ثلاثة المكاتب أنا كنقول بالنسبة لها ثلاثة المكاتب المكتب الأول طبعا هو أردن لأن الأردن هو بالجوار وخمسين في المئة كله من تماما ولكن المكتب الثاني هو المغرب كمجتمع مدني ضرور مهم مهم جدا المكتب الثاني هو الجسائر الجيران الجسائر فهذه العملية يعني واخدت طريق ديالها إحنا في حق دخلنا في خلال دوحض ماشي غير الماء الصالح والشرط ثم القضية ديالخيام إحنا درناها صفقة دولية مجموعة ديالخيام تم تصنع ديالها يعني في الصين وصل إحنا جزء إحنا خدامنا في الطريق ليدخال ما يمكن يدخلوه وجزء كذلك كان عندنا يعني داخل يعني الأردن وكان حاول ندخلو ما يمكن ويدخاله من خلال الجمعية الخيرية الهاشمية يعني عبر يعني الضفة إلى غزة ثم الكارافانات ما نقول الكارافانات هي بريفاد بيوت الجاهزة البويوت الجاهزة البويوت الجاهزة اللي احنا بدأ يسبلنا مجرد أن تضع الحرب أوزارها لأن هذه الأشياء نوصله ما يمكن ويصله الآن عدامي ولكن نزيد ونوصله يعني أكثر بالنسبة للسكان لأن هذه الحرب مدمرة وحرب طيب سايسة هالجهود كلها يتطلب أموال ضخمة يعني مش سهلة يعني كيف تحصل على الأموال هل هناك مؤسسات تساعد يعني في التمويل المؤسسة مالية أم تعتمد فقط على التبرعات حنا طبعا أنا في المصار دينا يعني كهياء دولية بدنا معتمدين على أنفوزينا ولكن الناس الهيئة الدولية اللي كاينة في الميدان في الوقت تشافوا الميهنية التي نعملوا بها لأن هذه نقابة مهندسين هذه متخصصين يعني جودة حوكمة ومجموعة دي الأمور ففعلا صاروا معنا على رأسهم البنك الإسلامي التمية هذا كان كيسام معنا فطر اللي ولا خمسة وعشرين في المية من بعد خمسين في المية أي مشروع الآن وصل تسعين في المية يعني نتدير غير عشرة في المية وكي يقول أنتم مجدام مع مدني والخورة كيدا إلا كان شي مشروع لي كبير ولا الأموال الكبيرة هو كيتولاه بمئة في المية عندما كتولي مشاريع ديال ديال أكتر من مليون بالمناسبة احنا لحد الآن كهياء دولية وصلنا ما يقول 70 مليون دولار اللي نفقنا يعني في المجال ديالنا فالصحة بحدة يعني مستفيلة مجموعة المستشفيات مراكز صحية وغيرها والتجهيزة ديالها لأن نحن الإعمار باش ما يفهم الناس راح نعلم البني نعم 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 البني ولكن كل ما يرتبطه بتجهيزات سواء بالنسبة للمجال الصحة أو للمجال ثم بعد منه مباشرة فعلا البنى التحتية الحروب كلها لديز هذا كل ما الصالح للشرب والصرف الصحي كيكون تدمير دياله الطرقات فليهذا عندنا 22 مليون دولار يعني في هذا الجانب ثم بعد منه كان القطاع ديال التعريب مجموعة ديال المدارس 7 مليون دولار بالمناسبة يعني إحنا الأديب المغربية خنا تبدنونا بانت مدرسة كاملة يعني في غزة هذا من الحرب الأولى التي كان سنة 2008 ثم كان مساهمات للمغاربة فحل عدد ديال المجالات قاموا بها فحنا كمجتمع مدني كندير شوية ولكن الممولين ديالنا الآخرين الشركاء الآخرين ليهوا البنك الإسلامي الاتنية البنك الكويتي البنك العربي ثم مؤسسات اخرضوا لي احنا كمجلس إدارة يعني العمل دي الأساسي كينصب على فعلا التواصل مع هؤلاء الشركاء لذا ظرناهم يعني في مختلف أنحاء العالم سواء في أوروبا سواء حتى في ماليزيا وإندونسيا لأن احنا مجتمع مدني فعلا ذلك الشي اللي كان وجده عندنا محدود ولكن بالفضل ديال الشركاء الآخرين يعني تيك يتم دام فالآن استراتيجية فهذه الشركاء هم يتبنون واحد مجموعة ديال المشاريع اللي احنا فمؤخرا احنا كانت عنا زيارة لقطر الخيرية هذه هيئة معروفة داخل قطر ابرمنا مع الشركاء وكان نجزو لها مشاريع فاحنا كهيئة دولية ننجز لمشاريع حقا لهذه المؤسسات لهذه الهيئات ولكن نحب المجتمعات المدنية ديال لانتو ساهم فالمشاركة مثلا ديال المغاربة يعني احنا كيكون لقاء سنوي في اسطنبول هذا اللقاء هو كيكون فرصة لتبني مشاريع لدعم مشاريع فالمغاربة والاردنيين والجزائري المنس قال كمجتمع مدني وفعلا كلهم كيحسوا بانك انت احتيت واحد درهم اراك غتيجيب عشرات فلاذا كمجتمع مدني يعني كاين المشاركة كاين المساهمة ولكن نستجلب بها الاستطمارات يعني من الممولين الخارجيين هل تقدير تديركم تقابل الحاجيات التموية لإعادة الإعمار في غزة بعد هذه الحرب المدمرة الحرب الأولى في حق احنا كانت تقدير تديرنا 3 مليون 2-5 مليون دولار وحنا نظنين ها بليرة كتير أما الآن في اللول لأن كما قلت لك بقى اللقاء دينا مفتوح وفي تواصل مع المهندسين دينا وكان حاول نقدر وشحدة فكانت تقديرات في البداية وصلت لعشرات لمليون دولار بعد وصلت 15 بعد وصلت 20 لأن التهديم الكشف وذلك شيء غادي يباح الوطير فالآن احنا كان أكتر من 50 إنه في حاجة وذلك شيء غادي بباح كبير وكبير جدا ولكن التقدير الحقيقي احنا بمجر ما توقف الحرب عندما تضع الحرب أوزارها مهندسين دينا اللي موجودين سواء في الميدان ونص الآخرين سنقوم بالعمل يعني الحقيقة ديال جرد ما يستوجب إعمار إعمار ثم المناسبة حقا الصور وخاء مش يرا كل المنطقة الشمالية نعم حير ري مر نكش توقف شقع فيه المسائل الأساسية اللي كان قوم بها بعد ما توقف الحرب الحاجة اللولى هو إصلاح ما يمكن إصلاحه ديك شلي باقي واقف نشوف أول اللي هي بناية خطرة احنا اللي كان نهدموها المهمة دينا الأساسية إزالة كل ما خطرة على البشر والأول كان نصبوه عليه باش نخدموه باش الناس يرجعوه على الأقل المساكن دينا أول اللي يرجعوا لها يعني المسائل المتين الأولى ثم المسألة حقها الآن كنت كلمت على قضية الآبار والماء الصالح الشرق كين عندنا المرة مشكلة دينا المخابس داخل غزة 130 مخبز يعني مخبز يعني نحن من أصل 130 هدون كنتكلم عن المخابس عماتيلة الكبرى خاصة هاد المخابس الخاصة احنا كهيئة خدينا العاتق دينا أنها من الأولوية دينا كين ما الآبار غادي مش مجرد توقف العرض نحاول كيفاش نوصل لها شمس يوم نوصل لها المخابس كذلك كيفاش نرمو احنا لأنها خاصة ويمكن موالي ساكن تهدم بك شي غادي فليه ناخد نينا على إصلاح هاد المخابس ثم بالنسبة لماء الصالح الشرب احنا وخا قلنا الآبار ولكن احنا دووز ناسا فقط كذلك اشترينا يعني آليات التحليات دي الماء دي البحر ووجدين ها وجازة مجرد ما توقف يتم إدخالها لأن نخصك هذيك ساعات مناطق مختلفة توصل للماء الصالح للشرب بغيص لما فيها أبار قريب على البحر لغير ذلك يعني باش تكون شغالة وتاخد طرق دي لها سايسا تكلمنا على شراكة دي الكم مع وكالة بيت مال القدس يعني كيف تمضي هذه الشراكة كيف تنوفدون مشاريع مع الوكالة أو قلتم قبل بشيك يعني بمبلغ مالي نعم نعم وفي حق شراكة دي النا مع وكالة بيت مال القدس شراكة نعتز بها وانا ما فاتيت في وحد عدد دي اللقاءات تقول لي أن وحد عدد دي الأشغال تقوم بها وكالة بيت مال القدس غير معروفة غير معروفة تصور السعب الحق قضية يعني داخل المدينة مخبزة كل وحدة مفروض عليها توجد ألف خبزة في النهار يعني 20 ألف رغيف وما يقولون الرغيف اللي بغى الخبز يأخذوا مجانا مجانا وهذا الشيء كانت مهاد الحسنطان الله رحمه الله يجيزي بها وشلالة الملك فلو قال لهم اللي خلال الواليد سواء بنسبة المخابيس سواء بنسبة بعض القفاف وحد يجيب وأن تبقى مستمرة وهذه بدعم من الوكالة نعم هذا الشغل ديال الوكالة تقوم به تقوم به هذي تقوم بحد عدد ديال الأشغال سواء في المجال ديال التعليم المجال ديال الصحة المجال ديال التقافة مجالات مختلفة والمغرب هو اللي ينفق عليها لأن بحق الوكالة هي تابعة المؤتمر الإسلامي هي تابعة الدول من الأقطار كانوا كيدعم ولكن بنسب مختلفة من 2011 تقريبا إلى الآن بقية تقريبا المغرب هو اللي يقوم به بالأنشطة وبالأشغال فإحنا في القفة دخلنا الخط مع الوكالة في الترميم ديال بيوت ديال المقدسيين وطلعنا عن كتبع الأشغال ديالها أو الأعمال ديالها وهي بالمناسبة مشرفة من الأشغال ديالنا اللي هو في التخصص ديالنا اللي هو الإعمار ترميم ديال بيوت عندما نقول ترميم بيوت ترميم مدارس كل ما يتعلق بالإعمار ترميم ساحات إلى غير ذلك إحنا الشاركة الأولى داز وكانت مفخرة يعني هذاك الشي اللي ترمم وهذاك الشي اللي بل يعرض الآن حتى الهيئة الدولية كتبين الأشياء لنجز نجز الناس ديالنا أخرى الثانية يعني فهذه في هالية الفترة فهذه الوكالة تعمل كذلك بنفس المقيس التي نعمل بها نحن من شفافية من حوكمة معدد ديالأمور وهي بالمناسبة عندها تجارب كذلك مع البنك الإسلامي الاثنمية ففي الوقف إحنا لقاتنا إحنا نتعامل مع البنك الإسلامي الاثنمية وهي يعني تقربات الصورة سواء اللي نحنا وليمهما يعني في تنفيذ هذه المشاريع فإحنا غادين على خطن بإذن الله تعالى لإنجاز مشاريع داخل القدس المعاناة ديال المقدسيين في الحصور غير للرخصة معاناة كبيرة المعاناة ديال المقدسيين في إصال المواد ديالبناء معاناة كبيرة وقصة قصة يعني كبيرة جدا فلاذا الوكال الله يجز يوم بخير بحقها من خلال مدير ديالهم السرملي اللي كان متواجد داخل القدس وطاقم العامل معه وكذلك من خلال مدير ديال الوكالة ككل الدكتور الشقاوي يعني مشكورا والناس اللي خدمين معه يعني فعلا متابعة عقيقية وأن كتب على هذه المشاريع ونحن نطمح فعلا لمشاريع أخرى بإذن الله تعالى سينكي كيف هي رسالتك للمغاربة بخصوص دعم فلسطين وغزا لا أنا الرسالة لولو أشكر المغاربة جميعا يعني لو تحت لفرصة نقبل رؤوس ديالهم لأننا كي يشرفونا كي يشرفونا حقيقة احنا رح نحن نشوفو نحضرو هذيك الملتقيات لا أقولوا فقط يعني في اسطنبول لا سكشوف الجالية المغاربة احنا في المظر معهم وفي المكنة وفي المكنة القرية الفلسطينية بل الهيئات الأخرى العاملة داخل الفلسطين لأننا متخصصين في الإعمار ولكن كان هنا هيئات أخرى هيئات إغاثية هيئات منكلفة بيتما هيئات كده كده هذو كلهم فعلا كي يقول لك المغاربة الله يجزيهم بخير أو المغاربين المغاربة طبعا والمغاربين يعني ككل فهو مشرف أنا وريد منهم القدس تستمر ومستمر في أداء رسالتها واجبا ولكن كان مغاربة كان مجتمع مدني كذلك نساهم ونشارك من خلال هذه الهيئات العاملة الهيئات العاملة فعلا لفلسطين وللقدس ولإعمار غزة يعني بهذه المناسبة وهذه الضمار هل تلقى شي نداء لجمع التبرعات لإعمار في غزة نعم نحن كجمعيال الآن نعد إن شاء الله عندما تقف عن هذه الحرب مع الشركة زعمة للآخرين من خلال مع وكالة بجمال القدس مع الهلال الأحمر المغربي يكون يفتح المغاربة كاملين فعلا لكي يساهموا وكي يشاركوا ولعدنا دعوهم أن يستمروا وأن يبقوا العهد دي الأباء ودي الأجداد ودي الباب ودي المغاربة الذي يناديهم من داخل القدس ودي القضية الفلسطينية اللي إحنا كلنا كمجتمع كدولة كحكومة كمجتمع مدني قضية واحدة ونعمل ونبدل من أجلها بإذن الله تعالى سيسا شكرا جزيلا لك بارك الله بك سيطر ريزيك بخير متابعينا إلى هنا ينتهي هذا اللقاء مع أستاذ عيسى مكيكي ممتل الهيئة العربية الدولية لإعمار في فلسطين ونائب رئيس مجلس إدارة هذه الهيئة وأيضا هو الرئيس المؤسس الجمعية المغربية لإعادة الإعمار لدعم الإعمار في فلسطين ونائب رئيسها إلى هنا ينتهي أهد اللقاء وإلى موعد آخر بإذن الله ترجمة نانسي قنقر